لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو موافقة نصف المجلسين الأعضاء المنتخبين في المجلسين حق قلب إصدار دستور جديد هذا التعديل معناه أنه لم يعد الشعب النسي هو الذي يطلب إصدار دستور جديد أن هذه الإرادة أصبحت إرادة الرئيس إذا مبتقى ذلك لأنه ما فيش يلتزم وإحنا بقى في التستوري على فكرة يعني لما بيجينا نص بيبقى الحص والسطر والسمت يقادل ضمان لهذا يعني هي تكون مقايزة طيب بقية النص الحقيقة هو الجزء المكامل له اللي قال أنه الأعضاء المنتخبين بعد انتخاب المجلسين يجتمعوا فورا بعد انتخابهم عشان خلال سلطة أشهر لابد ينتخبوا جمعية أسيسية من مئة فرد وتفضل بقى طبعا أعضاء اللجنة وأوضحوا أنه هذا الاختيار سيكون من خارج المجلسين يعني إذا الشعب يتصل 84 مليون هيبقوا هم كتلة المرشحين وال750 في المجلسين هيبقوا هم كتلة النخيجين وإحنا كلنا نعفر لهم وإحنا نفكر لنا مين شخصين طيب مين يرمني لون هذين المجلسين السياسي ماذا إنعكاس كل الأطياف السياسية في مصر وكل القوى الوطنية والديمقراطية وكل أطيافنا الدينية وإن الشباب حيبقوا موجود والمرأة حيبقوا موجودة وإن المعواطين حيبقوا موجودين وإن أصحاب تنوخ المهماشة حيبقوا موجودين وإن العمال والمفلاحين حيبقوا موجودين من يظمن إنه هذا المجلسين يمكن أن يعكسوا هذه الصورة التي يمكن من خلالها أن نقول إنه انتخابات حتى من داخل المجلسين يمكن أن تعكس شيئا هذا كله في علم الغير وفي إطار التنبل ولا يمكن المستقبل الوطن أن يوضع في إطار التنبل ولا يمكن أن نستبدل المواقع ما بين الشعب النسي ومن ينتخبونه الشعب النسي اللي انتخابه من المجلسين انتخابه في إطار مهمة النيابة التشريعية لأنه لما بجي انتخب عضو هيضع لدستور بيبقى فيه مواصفات أخرى وبيبقى فيه مقاييس أخرى موضوعية للاختيار ليس بالضرورة أن يكون كل نائب ينتخب في المجلس الشعب يصبح أو هو اللازم لديه المعيين الموضوعية لإلا همتخبع عشان يحط لي بأجمعية تأساسية تضع لي دستور جديد للملاد ثم الدستور عملية سياسية دستور عملية سياسية لا يمكن أن يطرح إلا في إطار سياسي جامعا أن يكون العكاس هذا في أليه الإنشاء لأن حقيقة اللجنة والبقى ويحسب حسن الصبحي طبعا إحنا متعودنا في القانون أن ننطش بعضنا البعض بقبل مفتوح ولا يقلل هذا من أي اكتهاد ومن قيمة وقبل كل الشخصيات التي شربت في اللجنة أنه حين يكون الأمر متصل بفكرة أنه يمكن أن يكون هناك العكاس مطمئن في الألية الرد عليها بمساطة أنه سلطة إنشاء البستير غير سلطة التعديل سلطة التعديل البستير يمكن يمكن لأنه مص أو اثنين أو تلاتة وحيبقى في إتجاه أنه ربما رئيس الجمهورية يرى ربما مص المجلس يرى أو تقتل المجلس يرى وبعد كده حيبترح للإستفتاء الشعبي وفي إطارة عملية سياسية لكن سلطة الإنشاء للبستير لا يجوز أن تكون إلا بإرادة مباشرة من الشعب مصدر السلطات من الشعب مجتمعا في اعتبار أن هذا الشعب هو الذي سيبضح لنفسه هذا الدستور وهو الذي سيقود عملية حوار واسع على كل امتداده القدر وعلى كل امتداد فئاته وطياراته الثقافية والسياسية من أجل التوافق حول شكل الدولة القادمة شكل لنظام الحق الذي لا يجوز له أن يعود بنا من وراء مرة أخرى عن شكل الدولة الدموقراطية الحديثة الخادعة للدستور يتضمن كل الطمامات التي تحمي الدولة وتحمي الوحدة الوطنية وتحمي حقوق الأقليات وتحمي حقوق المهمشين وتحمي حقوق الضعفاء والذين لا يخطوها إنهم حتى يصلوا لحقوقهم بسهولة وتحمي حقوق المرأة المسواهة وعدم الإخصاء وتحمي قدرة الفئات الاجتماعية والاقتصادية على تحقيق المعادلة الصعبة في توازن المصالح كي يصبح هناك عقد اجتماعي جديد بالفعل وهذا العقد الاجتماعي الجديد حين يكون ينشأ كدستور جديد أنا أتحفظ كثيرا على أن ينح لفعل أو لمجلس أو لرئيس أو لحكومة هذه السلطة يجب أن تنشأ مباشرة من الإرادة الشعبية ويجب أن تكون عملية سياسية واسعة لا تخضع لإحتمالات وأن يكون هذا هو المدخل لبناء شرعية جديدة للثورة شرعية تحترم أهدافها تحترم مبادئها التي أعلنتها تحترم المشهد الذي عبرت عنه أنه لم يهمل أي شكل أشكال الإخصاء لكل القوى السياسية ولكل قوات الوطنية ولكل الضوء قاتل وفطيئة ولكل أطياف المجتمع أنا أتصور أن الالتزام العلمي فعلا بالانطلاق من الواقع لابد أن يكون كل خطوة في هذه المرحلة الانتقالية محصن محصن دستوريا وآمن على مستوى التوافق الوطني الحقيقي وأنه إذا ما كانت أي خطوة تتبه لا يتحقق لها الاثنين معا أنا أعتقد أنها تزيد الأمر تعقيدا وتزيد مشقة الطريق على الشعب المسلم أكثر مما هي عليه لأنه بيوجه تحدي كبير بيوجه تحدي انهيار لأدوات الدولة الدولة السابت اللي هي ما هيش النظام النظام هو المتغير إنما اللي إحنا صورنا عليك من النظام نحن مصورناش على الدولة المصرية الدولة المصرية فيها مؤسسة أرمية فيها مؤسسة رئاسية فيها برلماء يعني أرادة شعبية حرة وغير معيبة فيها حكومة نستطيع أن نحاسمها ونحاكمها على سياستها فيها قدرة التفاعل السياسي في بيئة سياسية صالحة بيئة السياسية المصرية تعرضت لما لم تتعرض له في عمضات التاريخ من تجريف كل القوة السياسية عادة اليسير منها الذي قوم وبنى توزيواته سواء العانية أو السرية واستطاع أن يتواجه لكن الحقيقة المرة أن كل الطيارات السياسية في مصر الطيار الليبرالي الطيار القومي الطيار اليساني اللي هي القوة المفروض الطيوة الكبرى ولديها تاريخ من النضال يستحق أن يحترم أيضا حتى لو كانت هذه الأحزاب ضعيفة الآن وأصيبت بكثير من الأمراض نتيجة انتهاك حرمتها عن مستوى كل الأسليب التي استخدمت في هذا أو أخطأها الشخصية لكن هناك أيضا قوة جديدة في المجتمع الوصفي قوة جديدة في مقدمة هذا الشباب الواعد اللي من حقه أن يكون موجود في المشهد السياسي أن لا يتم انتخابات لأي مؤسسة في مؤسسات الدولة تحمل إقصاؤه عن المشهد السياسي كيف سيتم ترتيب هذه البيئة السياسية إذا كان المطروح علينا أن نستدعي المجموعة من المواد من المسطولة والذي عطلة والذي سقطة وكيف يمكن أن يكون يمكن أن يبنى على هذا انتقاذ سني وآمن بسلطة مدنية شرعية يرتضيها الشعب المصري كما هو المعلن في بيانات المجلسة أبطات المسلحة وأنا أول من يجل المؤسسة العسكرية المصرية وأعتقد أنها قد مارست بشرف الدور التاريخي لها حيث يحمد صورة الشعب المصري ولم ترفع بالدقية واحدة في مواجهته وكانت قدر المسئولية حين تولت إدارة البلاد وما زالت حتى الآن تحاول أن تصنع مواجهة في الانتقال السلمي بسلطة آمنة لكن هذا أيضا يولي علينا جميعا واجب أن تكون كل الخطوات محسوبة حسابات بقيقة لا تحتمل أي شكل من أشكال الاجتزاز لبناء المؤسسات سواء كان رئاسة الجدورية أو المجالس التشريعية أنا بختم بنيا حيث هذا الموقف العملي اللي عبر عنه ابن العزيز صز ناصر عبد الحمير حين قال أن البدائل مطروحة وأن البدائل الأكثر عاماً موجودة وأنه يمكن من خلالها أن تكون هناك برد فترات زمنية محدودة لكي لا نصل على وطن المسلحة ولديها من المهام الجسيمة على حدود مصر ما نعلمها جيداً ولا يعني يستطيع أحد عن مذكرها لأن يكون الانتقال منهجياً لابد أن يكون يخدم غرضاً إن لم يخدم غرضاً فهو يعوق الغرض لماذا تكون انتخابات المجلسين سابقة على وضع النظام الجديد للنظام الحقوي في البلاد؟ هل الشعب المصري المرق اقتصادياً يحتمل أن يجري انتخابات لمجلس الشورى فعليه 100 مليون أو 120 مليون كما يقال ثم يلغي بعد كم شفر لمجرد أن الشعب المصري قرر أن يلغي مجلس الشورى مثلاً؟ هل يمكن أن يحتمل الشعب المصري أن ينتخب مجلس شعب الآن بعد شعري كما هو مطروح؟ ويصبح في موجات الدستور الجديد مطالب بإعادة النظر مثلاً في نسبة العمال والفلاحين في قوة الترمال وفي كان حديث كثير لا نعلم إلى أين سينتقل بنا في هذه الحالة إذا ما تم تعديل النصوص المتعلقة بالانتخاب سيحل المجلس بقوة الدستور؟ أليس في هذا إنهات المقصد المسلم وإصرار على مراحل يمكن أن ترجع لمزيد من الأمان عن مستوى السياسي وعن مستوى التوافقي وعن مستوى القانوني والدستوري؟ إذا كنا فعلاً ممرحين على أن يكون فيه انتقال سريع بسلطة مدنية لأن القوات المسلاحة ليس لديها أكثر من ستة أشهر هي أعلنتها بذاتها لماذا لا يكون البدائل المطروحة وإمكانية انتخاب رئيس الجمهورية أولاً عبر إعلان دستوري مؤقت ينظم المواد الخاصة برئيس الجمهورية فقط والضمانات المحيطة به ويمنح سلطة محدادة للرئيس الجمهورية خلال مرحلة انتقالية ولماذا لا يكون هذا الانتقال جزء منه أيضاً إلزامه بالدعوة لجمعية تأسسية الوضع دستور جديد للبلاد إذا كان هذا مرفوضاً فلماذا لا يكون مناقشة جدية لفكرة المجلس الرئاسي الذي طرحت من كثير من القوات السياسية في مصر أنا أحتلم الكلام الذي قلته بنتي العزيزة وهي بتتكلم على أن جمع الشعب المصري ربما من البساطة بما لا تفهم به المخاطر المتعلقة بالدستور والأوضاع الدستورية وربما المشهد يحيي لها بأن هذه التعديلات هي نقلة من الأمام وهي خطوة انتقالية ويمكننا أن نحتملها ونكتفي بها أنا أعتقد أنه واجب القوى السياسية وواجب المخبر وواجب القوى الحية في المجتمع دائماً أن تكون قاطرة تقدم وعلى قضل الجماهرها هذا هو الموقف الذي يستحق مننا جميعاً أن نعلم من شأن المصلحة الوطنية الجماعية والتوافق الوطني الحقيقي لأنه الضمان للجميع لأنه أي مكسف آني قد يعصف به فيما هو قادم إن لم نكن جميعاً على قلب رجل واحد أنا لا أتمنى لمصر أي شكل من أشكال الشعب لصف القوى التي ساندت بعضها وبعض في إطار الثورة ولا أي خدش بالعلاقة ما بين الشعب المصري وقواته المسلحة وأيضاً لا أتمنى لوطني أن تكون أي خطوة في اتجاه بناء المؤسسات يمكن أن ينتزع منها الشرعية الدستورية والشرعية القرونية والشرعية السياسية دي ما لا يسمح لنا بالانتقال بخطوة إلى الأمان شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً بعد الكلام شيء ما أنا سمعته من شباب الصور وأنا أقدم حديثهم باعتبارهم هم هذه النماذج التي نفخر بها جميعاً ونتمنى أن نساعدهم على تحقيق آمنهم وطلوحاتهم ثم الحديث العميق للأستاذ صبحي صالح والدراسة الشاملة سياسيا وقرنيا مساعدة مستشارة هاني الجبال لم يبقى لي الكثير لكي أقول لكن هناك القليل هذا القليل يبدأ منني أبدي دهشتي الشديدة حينما نقول أن البولة كانت بها ثورة وبناء على هذه الثورة تم تعديل الدستور بآلية غير الآلية التي توجد فيه بعد تعطيله يعني نحن الآن معدل الدستور ليس طبقا للمدى 189 لماذا؟ لأن هذا الدستور عطل بسبب الصور إذن نحن في إطار شرعية ثورية كيف تستخدم الشرعية الثورية لبعادة الشرعية التي أسقطتها؟ هذا نوز لا أفعل فكرة من قال أن الشرعية القديمة ستعود هي ستعود بعد الإقراء بعد الإصلاحات أقول أن هذه الإصلاحات أجبه بعملية تدمين تزيل التجاعيد لبعض الوقت ولكنها لا تخفيها كل الوقت وحينما تعود تعود أطلح مما كانت خصوصا خصوصا وأن هذه التعديلات طالقت أمرا لم يكن مطلحا لم يتحدث أبدا أحد عن أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورا أنا أعلم أن هذا الحديث لم يطرح لأنه لم يكن هناك منافسا وهذا أمر آخر ولكننا كنا نتضرر ونتدكر من السلطات غاية في الاتساع التي يملكها رئيس الجمهوري إذن حينما العبد علينا أن نتجه صور السبب الأساسي الذي أدى للثورة وليس إلى الزبب الذي لم يؤدي للثورة رغم أهميته أو نتجه إلى السبب المباشر ولا نتجه إلى السبب غير المباشر يؤكد كلامي أن هذا الدستور أنا أسميه الدستور الكارثي تطبيقه منذ أن ولد من اليوم الأول لا يؤدي إلا إلى كارثة هل منسى أن هذا الدستور أدى نتيجة تطبيق الرئيس السادات المدر باع سبعين إلى اختيار بعد أن وضع رموز المجتمع كافة ما يديد على ألف وخمسمائة مفكر وعالم ومورد الدين وووو في السبون والمعتقلات والمتحفز هل نغفل إغلاقه للمجتمعات منابل الرأي والصحف ومصادرتها هل أغلقنا سجل إيصاد لكل الجمعيات التي كانت تنهض وهذا هو الذي أدى إلى مغتله علما بأن الرئيس السادات لم يمارس سلطاته الحقيقية إلا بضع سنين حينما فرغ من المعركة معركة 73 ومعركة تحرير الأرض إذا في بضع سنين تحول إلى ديكتاتور من اضطراض الأول وكانت النهاية ينبغي أن تكون على النحو الذي قرد عليه وهذا هو الذي حدث مع الرئيس السانية كلما طبق هذا الدستور لسلطاته كانت النتيجة مأسوية فلماذا منتظر لكي تمارس تلك السلطات مرة سانية قد يقال أن هذا تمارس لمدة تعاب أقول لحضراتكم هل بعد كل الدماء الذكية التي ذرفت نتحمل أن تمارس علينا تلك السلطات ولو ليوم واحد بل ولو لساعة واحدة لماذا؟ هذه أمور مبدئية هم تقل إلى أمور فنية البسوط أنني معدل شروط عبد الاجتماعي بغض النظر عن مضمون الشروط التي معدلها سؤال بسيط هل طرحت هذه التعديلات على الشعب فعلا؟ أنا نمارة ذلك أنا أتكلم عن رجل الشارع العادي كنت أرى قد كنت أرى الصحف المسمات بالقومية تطبع برنامج الحزب الوطني في الانتخابات سواء كانت انتخابات الرئاسية أو البرلمانية وتوزع مكانا رغم أن تمنها من قيوب دافع الدرائب واتضح أن مصلحتك ليست أولا لماذا لا تكون تلك الصحف المام؟ بطباعة هذه التعديلات والنص القديم والنص الجديد ليوزع مجانا مع كل صباح لتكون فعلا ولأول مرة هذه الصحف هي صحف قوية للفعل صحيح أن التعديلات ترحت على المخط ولكن هذا ليس كافي بل أنني أقول أن طرحها معلق على شرط وسأضرب إيثالا واحدا المدة تلاتة وتسعين نحن لم نعرف حتى اللحظة التي أتحدث فيها على مستقر الرأي عليها حتى لو قي أن الرأي امتهت إلى نقل الاختصاص لمحكمة النقل نقول أنا أحتاج أن أتأملها في دول هذا الكلام إذن أجل لي الاستفكاء عليها لحين أن أتأملها لها المدة الزمنية الكافية كما حدث مع المواد الأخرى إذن متأكد؟ 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 تقوم بإذن أتأكد الزمنية أهم شيء أن يحبس حوار مجتمعي في العقد الاجتماعي لا يكفي أن تذهب إلى صندوق الاستفتاد لكي تقولوا نعم أو لا ولكن علينا أن نمارس حقنا الحقيقي في السيادة وحقنا الحقيقي في السيادة كما أفهمه أنا وقد أكون مخطئا وكما يقال رأيي خاطئ يحتمل الصوار أن أشارك في صياغة العقر بمعنى أن أقول رأيي في الصياغات التي انتهت إليها لجان المتخصصة وقد تستجيب اللجان لبعض تلك الملاحظات تستجيب لقطاعات الشعب المختلفين وليس المخطئ وليس المصقفين هذا أمر آخر الأمر فاني التالي أنني أتعدل من عمل اللجنة فقد كان الميقول إليها أن تعالج النصوص الخاصة بضمان نزاة الانتخابات المرلمانية والرئاسية وبالتالي لم يكن من اختصاصها أن تتطرق إلى السلطات وإن بيأة جدها وحسنا فعلت تتطرق إلى المدى 148 الخط بحالة الطوارئ مع التحفظات الشديدة على الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أنا أتسالح ألم يكن يؤدي بها هذا إلى إلهام مدى أكشع منها وهي المدى 148 التي أدى تطبيقها إلى اختيال الرئيس السادات هذا المدى 148 تتيح لرئيس الكمورية حال وجود خطر حال وجسيد انتخاب إجراءات تشريعية وتنفيذية غاية في الانتساع وبعض الفقهاء يقولون يملك حتى تعديل التسطور وبالتالي ويملك سلطات غاية في الانتساع كل ما عليه أن يستجيح الشعب خلال ستين يوم في خلال ستين يوم طبعا واقعيا ستكون كل الإجراءات قد أصبحت أمرا واقعا لا يمكن إدالته من الوجود وهو ما حدث مع الرئيس الهداد كما قل في الوقت الذي توسعت فيه النجلة من اختصاصها أنا أتكلم طرقت بعض الأمور المتعلقة بهذا الاختصاص الأمن عاني من أن المزراء حينما يرشحون أنفسهم لمجلس الشعب أو الشور يقومون باستغلال الأموال العامة وعمال وموظف تلك المزراء بغير صحيح القانون أنا أتكلم لماذا لم تضع اللجنة لنا نصر يقول على سبيل المثال لمن أراد من هؤلاء الترشيح نحن نتكلم عن تشكيل مجلس الشعب والمفروض أن يكونوا تشكيلا فعالا وليس تشكيلا من مجموعة من المعضاء ولكن تشكيلا فعالا أن يبتنع هؤلاء عن الترشيح سيقال هذا مظهر من مظاهر نظام البرلماني وأردت سريعا لسنا في هذا التسطور بالذات لنا من النظام البرلماني إلا أقل من البشور وفرنسا وهي دولة أقرب إلى النظام البرلماني منع الترشيح والوزراء في البرلمان إلا بعد تقديم الاستقرار نفس الشيء فيما يتعلق بالموظفين الذين يمكنهم أن يترشحوا لعضوية مجلس الشعار الغريب أنهم يملكوا الجمع بين العضوية وممارسة الوظيفة وهو عملا لا يتأتى واقعيا أن يتمع الشخص بين ممارسة كل مهنة عضوية من حدود لجاء لصفة يومية وحتى في الأجازات ومنقش كل مشروعات القوانين والمساهمة في لجمع الأقل في عضويتها وربما رئاسيتها وطرح الأسئلة والطلبات الإحاطة واشتراك في الكنتقص حقا هذا مستحيل عملا وبالتالي هذا يقلل من فعليتها أولا وأدى وهذا هو الأهم وأدى إلى الخلق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية من دا الذي سيقرأ على تقديم سؤال وليس استجواب إلى من ينبس ويتحكم في مصير الوظيفية هذا أمر آخر أمر ثالث فيما تعلق بالاتخابات الرئاسية نفسها قد تكلم الأستاذ صحيح الصالح وقال إن محورها إن إحنا عادي انتخابات حرة ونزيهة وشفاة الحقيقة أنني لم أجد ذلك في بعض المواطع مثلا الأبطح تفصل بدى 76 بتحصيل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهي لجنة مهما قيل عن تشكيلها هي لجنة إدارية بيقين في تقديري أنا الشخصي كأستاذ قانوني وما يقال عن أن هذا المنصب له مكانة رفيعة كان يمكن أن يتأدى دون إحضار لحق التقاضي المنصوص عليه في البدة 68 الأخضار رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر على سبيل المساء من بداية ولايتي وأوتيح فرصة للطعوب فتتقدم وتفصل بها الجهة المختصة أيا كانت في خلال شهر نصف أو شهرين وبعدها يحن في اليمين أو تعادل الانتخابات ويجلس على متعاته مبرأة من كل العلوم وأذكر حضراتك بأن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية طرحت على المحكمة العليم ولم يقل هذا ولم يقل أحد الناس أن في هذا أي مساس بلا بالديموقعاتية ولا بهدة المنصف ولا بمكانة هذا الرئيس ومقراط التي يمكن أن تصدر عنه إذن نحن بادلنا نتعامل مع الشعب بذات إزدواجية نقول له في نص كلاماً ونأتي في نص آخر ونقول عكسه فالمدة 68 تقول حق التقاضي مكهول للكافة ولا يدرس تحصيل أي قرار في القوانين ضد الرقاب القضائي ويأتي الدستور ولا يلتزم بما ألزم به المشرع العادي كيف يستقيم هذا الوضع؟ ولماذا هذه المزدواجية؟ هذا أمر كان ينبغي أن يكون محل مراجعة في الصيارة الحالية للمدة 76 ثم أتى أيضاً ومعدلة المسعدة المستشارة أتى من نصر فيه الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية نحن نقول في الفقه الدستوري أن الرقابة السابقة أشبه بالرقابة المزرية لأنها رقابة على نص قبل أن ينصر في بوطقة الواقع قد تقولون كلامي هذا ليس صحيحاً ونحن نريد أن نراقب القانون قبل أن ينطبق حتى لا تفادى الكثير من التغرات التي قد تحتوي أقول لحضراتكم أن فرقس نفسها الدولة المم في الرقابة السابقة تخلت عنها في 2008 في المسائل الخاصة بالحريات وأصبحت تجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللحقة تبقيداً على أن المسائل الخاصة بالحقوق والحريات ينبغي من تخضع بالرقابة بعد تدقها وضغول التغرات فيها أنا أتعجب أيضاً من أننا في المدى 189 مقرر عبنا نتكلم عن مجلس الشورى مرة ثانية وسؤال محدد لماذا لم يتم لا أقل حتى إلغاء مجلس الشورى الذي كان وسيل الإهضار سيادة القانون لماذا؟ لأنه بحكم العدد الكامير الذي يملك رئيس قمورية تعين فيه كان يعين روزير الداخلي وحينما قبض على روزير الداخلية الأسبق أنا أتسأل كيف تم القبض عليه ولديه حصاب مراجل قانون لا يعديني المسائل التي قد تتردد في الجرائب وما يقال هذا أنا أحب أن تكون كل المسائل تطبق وفق بي القانون المهم وكذلك رؤساء الصحف القومية حتى لا ترفع عليه الجرائب السابقة لماذا لم نقبل الكودة التعين اللي بنملكها رئيس الدولة في هذا المجلس وقد اقترحت ومررت هذا الاقتراح بطريقة من أخرى على بعض الدملاء وقلت أنه كان يكفي أن نقول يعين حشر الأعضاء وتلغى الفقرة الثانية من المدة 196 ولكن يبدو أن الاقتراحه لم يلاقي أي ندال تغير المهم الأخضر من هذا أن فيما تعلق بالتسطور الجديد أنا سأتكلم في جزئية واحدة فقط الفرض أن الدستور الجديد ستزيد عدد مواده عن عدد مواد الدستور الحالي اللي بتبرو 211 مادة لماذا؟ لأنه في فترات التحول الكثير من المثائل تريد أن تضمن لها تضمن لها الاستقرار فتضعها في صند الدستور لكي لا يمثها كائنا من كان فأنا بتصور أن الدستور هيكون على أقل مثلا 225 مادة أين الوقت الذي سيأخذ الشعب لكي يماقش 225 مادة مثلا؟ والوقت المنوح أو تقل النصر خمسة عشرة يوم ولا يقولي قائل أن اللجنة ستعمل في خلال ستة أشهر وأن في هذا العمل سيكون متاحا من قشته أولا في آخر محظة قد يعد النصر يترتب عليه صيادة العديد من النصوص السابقة نريد مرة واحدة أن نأخذ حقنا في صلاة الشروط العقد الاجتماعي وفي الموافقة عليه ولا نكتفي بالموافقة عليه قلة واحدة وبدون نقاش حقيقي لأول مرة ينبغي أن نسترد فعما التي تنص عليها كافة المواسيط والقواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة أن السيادة للشعب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة